لو تسمح لي نبدأ من غزة ويعني أحدث التقارير الأممية يعني بنتكلم عن اليونساف مثلا منظمة الأمم المتحدة للطفولة نتحدث عن منظمات أخرى كثيرة تؤكد أنه حتى اليونساف النهاردة الخميس بتؤكد أنه 9 من كل 10 أطفال من غزة لا يستطيعون تناول الطعام من مجموعات غذائية كافية وأنه ده ممكن يسبب لهم مآسي صحية في المستقبل بالإضافة طبعا إلى آلاف الأطفال الذين يموتون جوعا في القطاع كيف ترى ما وصل إليه الوضع الإنساني الآن يا أستاذ عبد الحليم منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى اليوم يعني الوضع الإنساني في غزة صار فوق كل وصف كارث يعني تعجز الكلمات مهما دقيقة عن وصف ما يجري فيه مليون فلسطيني حسب الهيئات الدولية التي ذكرتها وغيرها بتقول ببساطة أن الجوع في غزة يصل إلى مرحلة الخمسة اللي هي يكاد يصل إلى مرحلة الخمسة اللي هي مرحلة المجاع الشامل طبعا هذا وجه من وجوه حرب الإبادة الجماعية الجارية ضد الفلسطين في غزة الوجوه الأخرى متصلة المذابح والمجازر مجتمرة مدرسة نصيرات التابعة للأونروا تعرضت لمجزرة لأنه كوافة مدارس أونروا أو المستشفيات أو أي منشآت تتخذ كأماكن لجوء للنازحين داخل غزة طبعا بلغت السفالة بالمتحدث العسكري الإسرائيلي أن يقول أنه كانت لديهم معلومات مخابراتية عن وجود مقر قيادة لحماس وحركات المقاومة الأخرى داخل المدرسة يعني الأمر صار يعني مسيرا للفزع من جهة والسخرية من جهة أخرى هو يتوجه إلى رأي العام الدولي ويقول أننا قصفنا المدرسة طبقا للقانون الدولي أصبح القانون الدولي والإشارة القانون الدولي أي قانون دولي يعطي ضائل أخضر لقاتل وخصة مدرسة يعني هو أعطى هو ببساطة فيما قام الاستهانة بكل قانون دولي أو بكل عرف يمكن لأي أحد أن يقول أي شيء مبررا الوحشية وسلوك الغابة في الجانب الآخر طبعا الجانب الآخر من الحرب فوق مشهد الإبادات الجماعية لذلك متصلا أيضا في رفع وفي من رفع إلى بيت حنون اليوم حصلت طبعا عملية مثيرة جدا إذ أن عددا من المقاومين اختطعوا الوصول إلى خلف خطوط العدو إلى غلاف غزة ثانية طبعا المتحدث أسكر الإسرائيلي تحدث أن هناك نفق طوله 200 متر دخل منه المقاومون أيضا عمليات داخل رفع سواء العمليات القتال وجها للوجه أو في بيت حنون الكمائن المركب بالجملة هناك فشل تام للعدو الإسرائيلي سواء في مراعاة أبسط قواعد العرفة أو القانون الدولي أو قوانين الحروب وفي نفس الوقت في نزف الدماء الاستنزافية على جابة غزة وهناك أيضا في الشمال نزف آخر من صواريخ حزب الله وعمليات مميزة بعد حرق آلاف الدنامات من الصواريخ والمسيرات القضادية لحزب الله هناك أيضا إصابات اعترف بها العدو وقتله وقعوا في قواعد عسكرية ذات أهمية إضافة لضرب قواعد للقبة الحديدة بالجملة المشهد الحربي في المنطقة ينطوي على مفرقة يمكن النظر إلى الاقتراح اللقيت الذي لا يعرف أحد له نسبا إلى الآن هل هو اقتراح إسرائيلي أو اقتراح أمريكي الجارية المفاوضات حوله في الدوحة وأحيانا في القاهرة على أنه يمكن أن يصل إلى نتيجة قريبة جدا ويمكن أن لا يصل أبدا في نفس الوقت بسبب الوضع الرجراج المضطرب داخل الكيان الإسرائيلي والمروغات الجارية ومحاولات التخلص من المأزخ بالهروب إلى الأمام وشن حرب باتجاه لبنان فالمشهد مرتبك ويمكن أوي أن تتكرر صورة 6 مايو حين وافقت حماس من حيث المبدأ على المقترح ثم بعد ذلك الشياطين التي تسكن التفاصيل خاصة فيما ورد عن المقترح في الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية إذ قيل أن مفاوضات تجري أثناء المرحلة الأولى ترتيبا للمرحلة الثانية التي تضمن إفراجا من قبل حماس عن العسكريين الإسرائيليين المحتجزين مقابل وقف إطلاق نار شامل ودائم وانسحاب كل من غزة وعودة الكلية للنازحين من الجنوب إلى الشمال وهذا هو مقطع العملية كلها هذا هو الجزء الجوهاري في العملية كلها الشيطان في التفاصيل يعني إيه؟ يعني هيئة الباثر الإسرائية تحدثت عن أنه ستطلب ضمانات أمريكية لدى تنفيذ المقترح المطروح تتيح لها أن تجري عمليات عسكرية إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق وطبعا إذا لم تلتزم إذا كان هناك طرف يقول أن الأطفال الذين قتلوا في مدرسة المصيرات ومزقت أجسادهم وصاروا أشلاءا هم قادة عسكريون من حماس يمكن أن يدعى في أي وقت بسهولة وببساطة ما دام الكاذب قد صار فاجرا إلى هذا الحدث هم حماس اخترقت الانتفاق إذا كانت إسرائيل تطلب هذه الضمانات من الولايات المتحدة الأمريكية وفي المقابل لسه الغاية إمبارح كنا نستمع من السياسين الأمريكيين بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الضامن لإسرائيل في حالة الموافقة على هذه الورقة بأن تلتزم وتقوم بذلك من يضمن من يا أستاذ عبدالحليم هنا؟ كلها مفارقات المتاح بمعنى هل يعرض على إسرائيل مقترح إسرائيل كما قال بايدن لكي يتوافق عليه إسرائيل يعني هذه مسخرة حقيقية الكلام عن أنه طلب موافقة حماس باعتبر أن هذا حسب زعم بايدن مقترح إسرائيلي طبعا هو ليس مقترح إسرائيلي بالدقة وبايدن في خطابه المشارئلي يوم الجمعة الفائت تحدث عن الجوانب التي تبدو إيجابية في التصور لكنه لم يغل في التفاصيل والتفاصيل كثيرا ما تكون مسكونة بالشياطين لكن أعتقد أن حماس وأخوتها ودور القاهرة قد يدفع ذلك كله إلى أن تكون حماس في الموقف الإيجابي كما كانت عليه في 6 مايو فيما تعارق الإسرائيل العملية كلها لأنها ببساطة تهرب من الإخفاق تتنصل بالحرب بالتقدم إلى الأمام إلى حيث لا تدري وإلى حيث تنزف